هو لأنه المسألة في دستور قيسعي دستور 2022 ما تتحدثش على الشغور وانا ما تتحدث على التعذر ثم تعذر وقتي وثم تعذر دائم وفي الحقيقة هي ثم مشكلة في النص المشكلة توا مايش مشكلة نص ولكن ثم مشكلة في النص باي مشار شاي خنا فهموها المشكلة في النص لأنه منظمش الوضعية كاملة إذا كان ثم تعذر وقتي واضح ثم وضوح ثم سيدة رئيس الحكومة بشكل عام ولكن إذا كان ثم تعذر دائم ثم شخصية غير موجودة حاليا اللي هي رئيس أو رئيسة المحكمة الدستورية اللي هي لم تشكل إلى حد الآن ولكن أنا في تقدير الإشكالية مش لنا وين الإشكالية؟ الإشكالية هي الساعة ثم أزمة ولا خلقت أزمة ولكن شكون أخلاق هل اللي روجه للإشاعات ترويج الإشاعات تختير أنا أقول لك حاجة أكثر من هك اللي ما يتمنياش الشفاء المريض قطع نظر شكون صديقه ولا عدو مثلا اختير عندي ممكن ما تتناولهاش بلاتواته ولكن إنسانيا وأخلاقيا وحتى الدينيا اختير خلي اللي يتمنى المرض ولا يتمنى الموت وكيف يبدأ سياسي يدخل المرض والموت في أدوات العمل السياسي أنا بالنسبة لي هذه المسألة تحتاج المراجعة أصلا صيفته كفاعل سياسي ولكن هل المشكلة غادي فعلا لا لأنه اللي ارتكب جريمة الجريمة يمشي يمثل أمام القضاء بدون ما يأذن رئيس جمهورية وانا سمعت كلمة غريبة أنا نعرف سي عبدالرزاق محامي وغريبة أن يقول السيد رئيس جمهورية شكي كيف هي الشكي تشكي تشكي لا ما وش تشكي فماش تشكي رئيس الجمهورية ما وش في وضع المتشكي هو في وضع المحرّض إعلاميا على تطبيق القانون اللي هي حاجة نجم تكون محمود ولكن مش دوره ما وش دوره هو رئيس النياب العمومية لا ما وش رئيس النياب العمومية وزيرت لعن لا شفت كيف هي اشتاوها وكيف هيش بدور نتلعجو رئيس النياب العمومية هذه قالها لحظة بركس قالها و بعد هذه قالها في نهار 25 جويل ثم تراجع فيها لأنه حتى من دويره يعرفوا أنه مديش خلينا من الموضوع هذي الأزمة هي أزمة سياسة تواصلية فاشلة لمنظومة السلطة واللي ربما يكون أمال بورامبيان يا سيدي هاي حاجة خائبة اللي صارت هاي حل ومشكلة يا سيدي نستغلوها نستغلوها المرة هذي اللي ارتكب جريمة ولا حرّض ولا شمت يا سيدي إلا شمتها ولا تحمتوا وشمتوا فيه واصحاب واللي ارتكب جريمة افتعل وثيقة وإلا حرّض على السلم الأهلي هاك القضاءة يتوكل به شنو المهم بالنسبة لي المهم بالنسبة لي أنه لا قدر الله تصير مشكلة في بلادنا هالأخر ثم دو غارد فون عملهم الحاجة الأولى أنه يكون ثم التواصل الاستباقي باش ما نستدرجوش مرويجي أنا سميته الناس اللي مدمنين على مسك واستهلاك وترويج الإشاعات علشان تستدرجهم يولي كريم بروفوكي تستدرجهم بغياب التواصل الحكومي وبعد حرّض القضاء يا سيدي أخرش انت من الأول ما كان يضر السلطة لو خرجت من الأول يا سيدي قلنا لو شاتي البيلان أنا ما ندخلش في البوليميك اللي صارت عندكم هنا نتعمل نفسه صحي وكذا أنا ما يهمنيش هدي يا سيدي قول راهو خذاء خمسة أيام اللي تحب راح ما عندهوش حقيقه راحة عنده لشأن خاص حقه بشوش رفعوساتي خير رئيس الجمهورية ولا أي مسؤول في الدولة ما وبشارك إما وقت اللي انت تختفيه وصي يا عدرزاق قالك قال 12 يوم بعد داي طيح بشوية كتقول نايرين ولا ثلاثة مش هرية مش التواصل هاو فاق على شقائب أول أنسا عايزمك شكون عندك مكلف التواصل نحن عانا رئيس الجمهورية لا فيها مدير ديوان لا فيها ناطق رسم لا فيها مكلف التواصل بالإعلاب طول تومك تلفنوا بشكون التواصل شكون تكلموا في رئيس الجمهورية إحنا البارح لقينا تكون نتواصلنا معه بتبيعة ما خرجنا اخبار كيما نذهب لما رئيس الجمهورية شخصيا ما نجموش نكون نتصنب حتى لكن ما فاماش مدير مدير إعلام ما فاماش أتشي دو بريس ما فاما حتى رئيس الجمهورية لا تتواصل وزيد أنا مانيش خبير ولكن هاولا ترح سؤال عليكم طيب خبراء معقول لحظة بارك معقول أنه الشخص اللي يستدعيه السيد رئيس الجمهورية يكون مجرد تعله معنى السيدة رئيس الحكومة جي تقعد قدامه علاش مش يتواجه للشعب يبش يتواجه للشعب ما هوش لايق غياب سياسة تواصلية هو اللي سبب برشا مشاكل وكيكون على رأس الدولة تنجم تحدث أشكالية تمس حتى من الأمن نجم مواطنين اخدوا بشارع وين رئيس أما السبب بشكون هل اللي يروش الإشاعر وإلا ثم سبب آخر قبله ومش دوري بشنقول نسبة كل واحد منهم في المسولية قداش اللي يحجب بالمعلومة ووقت اللي واحد يحجب بالمعلومة كما البضايع كما تعطيش البضايع في السيركوية الرسمي الناس تمشي السيركوية براليلة تمشي للمعلومة الموازية اللي هي في الفضايع اللي كان يحكي عليه سيسر حان واللي فيه البيه والخيب والخيب أكثر من البيه